بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثالث عن ابتداء للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع العدد تسعة العدد تسعة عندنا آداب الدراسة عن البعد أول هي القوانين التي لا بد أن نتبعها في كل حصة حتى نستفيد من الدرس وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة إحضار الكتاب والقلم وضعها بجانبك عند الحاجة لها الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ بجانب ولي أمرك حتى يستطيع الطالب والطالب التركيز وأيضا حتى يستطيع ولي الأمر القيام بمساعدتك عند الحاجة عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس ننتقل للأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها في درس اليوم وهي أن يكرر الطالب والطالبة العدد تسعة خلف المعلمة ثم يميز الطالب والطالبة العدد تسعة من بين عدة أعداد أما الهدف رقم ثلاثة وهي أن يمثل الطالب والطالبة المدلول المناسب للعدد تسعة ثم يرتب الأعداد من واحد إلى تسعة بالتسلسل أو بالترتيب أما الهدف رقم خمسة وهي أن يحل الطالب والطالبة تمارين وانشطة الكتاب الدراسي طيب خلونا ننتقل على طول لقصة أحمد في المكتبة هذا الولد اسمه أحمد ذهب للمكتبة خلونا نشوفوش يشترى أحمد من هذه المكتبة أو ماذا فعل فيها نبدأ بأول صورة قلم رصاص إذن هو قام بشراء قلم رصاص لكن لا أعرف كم عدد أقلام الرصاص التي قام بشراءها ما رأيكم أن نقوم بعدها سويا؟ يلا نبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة إذن هو اشترى من الأقلام الرصاص تسع أقلام هذا هو شكل العدد تسعة تسعة أحسنتم كم أعداد الأقلام الرصاص التي قام بشراءها أحمد؟ تسعة لردد خلف المعلمة تسعة هذا هو شكله طيب نشوف بعد إيش اشترى أحمد أقلام زرقاء طيب ما أعرف أنا كم عدد الأقلام الزرقاء ما رأيكم أن أقوم بعدها؟ يلا نبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن كم قلم اشترى أحمد من الأقلام الزرقاء؟ تسعة أقلام زرقاء إذن أقلام الرصاص عددها تسعة الأقلام الزرقاء أيضا عددها تسعة وهذا هو شكل العدد تسعة أيضا خلونا نشوف ماذا اشترى أحمد دفتر بس كم دفتر اشترى؟ خلونا نشوف نبدأ نعد واحد اثنان اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن كم اشترى أحمد من دفتر؟ تسعة دفاتر إذن اشترى تسعة أقلام رصاص ثم اشترى تسعة أقلام زرقاء ثم اشترى تسعة دفاتر من هذه الدفاتر إذن كلها تمثل العدد ماذا؟ تسعة العدد تسعة طيب خلونا نشوف ترتيب العدد تسعة في خط الأعداد هذا هو خط الأعداد يبدأ من العدد واحد ثم يليه اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثم تسعة اللي هو درس هنا لليوم لاحظوا التسعة وينما كانه؟ أتى بعد العدد ثمانية في خط الأعداد أينما كانه؟ يأتي بعد العدد ثمانية إذن لما أجي أرتب الأعداد دائماً العدد تسعة يأتي بعد العدد ثمانية يعني ثمانية يليها العدد تسعة هذا في الترتيب طيب الشكل خلونا نشوف الشكل هذا هو شكل العدد تسعة عشان أميز شكله أريد أن أطبق هذا النشاط حتى نتمكن من معرفة شكل العدد تسعة ضع دائرة حول العدد تسعة هذا عندي العدد تسعة وين العدد تسعة لي طابقة من بين هذه الأعداد الموجودة في الأسفل هذه مجموعة من الأعداد كل مربع يحمل داخله عدد طيب إحنا نبي نفس العدد الموجود عندنا هذا هذا شكله وينه؟ خلونا نبدأ بالعدد الأول هل هذا تسعة؟ لا طيب ما اسم هذا العدد؟ أخذناه سابقاً في دروس سابقة ممتاز خمسة يليه؟ العدد الذي يليه؟ ممتازة أبطال العدد تسعة سأضع دائرة حوله لأن هذا العدد هو العدد الصحيح الذي يمثل تسعة طيب نيجي لعدد اللي بعده؟ هذا العدد ما اسمه؟ أربعة إذن سأتركه لأنه لا يمثل العدد تسعة طيب العدد اللي بعده؟ اثنان ممتاز أيضاً سأتركه لأنه لا يمثل ولا يطابق الشكل للعدد تسعة العدد اللي بعده اثنان كم؟ ممتاز يا أبطال تسعة إذن هو العدد الصحيح الذي يطابق عندي العدد تسعة هذا مطابق للتسعة وعندي هذا العدد أيضاً مطابق للعدد تسعة طيب ناتي لتمرين آخر أيضاً ضع خطاً أسفل الدائرة التي تحمل العدد تسعة عندي مجموعة من الدوائر كل دائرة داخلها عدد لكن أنا حددلي في السؤال أنه فقط يريد الدائرة التي تحمل العدد تسعة أين هي الدائرة التي تحمل العدد تسعة؟ خلونا نبدأ بأول دائرة هذه هل هي تحمل داخلها العدد التسعة نعم صحيح هي أبطال تسعة إذن سأضع أسفلها خط طيب بعد التسعة هذه الدائرة اللي بعد التسعة تمثل ماذا ممتاز العدد ستة إذن ليس هو العدد المطلوب بعد الستة بعد الستة كم أحسنتم تسعة إذن صحيحة سأضع أسفلها خط بعد التسعة يأتي العدد ها شو اسمه هذا العدد ثلاثة أيضا سأتركه طيب بعد الثلاثة كم ممتاز تسعة أيضا هذا العدد صحيح سأضع أسفل الدائرة هذه خط لماذا لأن العدد اللي داخلها يحمل العدد تسعة طيب بعدها آخر دائرة تحمل داخلها أي عدد خمسة هل سأضع خط أسفلها لا لأنه فقط نضع خط أسفل الدائرة التي تحمل العدد تسعة وجدناها هنا في هذه الدائرة وهذه الدائرة وهذه الدائرة كلها تحمل داخلها العدد تسعة لذلك وضعت خط أسفل كل هذه الدوائر طيب الآن نبغى نمثل المدلول نمثل ماذا المدلول أرسم دوائر حسب العدد عندي الأعداد من واحد إلى تسعة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ما معنى نرسم دوائر حتى تمثل المدلول يعني عندي هنا العدد واحد كم دائرة سأرسم؟ أحسنتم دائرة واحدة فقط حتى تمثل العدد اللي أسفلها طيب اثنان كم سأرسم من دائرة؟ ممتاز واحد اثنان العدد ثلاثة كم سأرسم من دائرة؟ ثلاثة دوائر أحسنتم واحد اثنان ثلاثة وأتوقف يليها العدد؟ أربعة ممتاز واحد اثنان ثلاثة أربعة وأتوقف يليها العدد كم؟ خمسة كم دائرة؟ عدوا معاي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وأتوقف يليها العدد ستة نبدأ نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة ستة دوائر تمثل مدلول العدد ستة يأتي بعد الستة سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة دوائر ثم بعد العدد سبعة يأتي العدد ثمانية أيضا نرسم ثمانية دوائر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية دوائر آخر عدد الذي درسنا اليوم تسعة لاحظوا كم سأرسم من دائرة تمثل مدلول العدد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأتوقف إذن هنا أنا مثلت مدلول كل عدد موجود في خط الأعداد برسم الدوائر التي ترمز للمدلول طيب نجي لهذا التمرين صلي العدد بما يطابق في الجهة المقابلة عندي هنا العدد ستة ثم في الأسفل تسعة خمسة أربعة اثنان ما معنى العدد الذي يطابق يعني نفس شكله يعني مثلا هنا عندي ستة سأبحث هنا في الجهة المقابلة يعني العدد ستة أين هو؟ هذا العدد ستة هذا العدد ستة إذن سأقوم برسم خط ما بينه وبين الستة في الجهة المقابلة طيب نبدأ نفس الشيء بقية الأعداد هذا العدد ما اسمه هذا تسعة يلا خلونا ندور التسعة في الجهة المقابلة هنا أين هي العدد تسعة أين هو العدد تسعة ممتاز هذا هو العدد تسعة إذن سأرسم ماذا خطماء بينه وبين العدد تسعة طيب نجي للعدد اللي بعده كم خمسة وين العدد خمسة من بين هذه الأعدادة موجودة في الجهة المقابلة أحسنتم هنا إذن سأرسم خطماء بينه وبين الخمسة في الجهة المقابلة نأتي للعدد اللي بعده أربعة أين هو العدد أربعة هذا هو أربعة نفس الشيء مطابق إذن سأرسم خط بينه وبين الأربعة في الجهة المقابلة آخر رقم عندي إثنان وين إثنان؟ لم يتبقى إلا هذا العدد وهو إثنان إذن سأرسم خط بينه وبين الأثنان في الجهة المقابلة هذا هو الحل الصحيح لهذا النشاط طيب نجي الآن ننتقل للوسائل عندي هذه الوسيلة موجودة الآن على الطاولة الشجرة مليئة بالبرتقال وعندي هنا العدد تسعة هذا هو شكل العدد تسعة أريد أن أقطف من هذه الشجرة كم تفاحة أو كم برتقالة؟ تسعة عدوا معاي يلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأتوقف إذن كم قطفت من برتقالة هنا؟ كم برتقالة عندي؟ عدوها معاي يلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فقط إذن هي مناسبة للعدد تسعة للعدد تسعة طيب بإمكاني أيضا أن أستخدم هذه البطاقة التي تحمل العدد تسعة هذه البطاقة تحمل العدد تسعة طيب وأطلب من الطالب أن يرسم لي مدلول يمثل العدد تسعة سواء خطوط مستقيمة خطوط متعرجة دوائر ويبدأ يرسم يلا أنا سأرسم دوائر بعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن أنا هنا مثلت مدلول العدد تسعة بيرسم مجموعة من الدوائر تدل على العدد الموجود في أسفل البطاقة وهو العدد تسعة إذن هنا سمينا العدد ومثلنا المدلول ومثلنا المدلول سأتوقف عند هذه الوسيلة بإذن الله في الحصة القادمة نسمي لكم البقية الدرس ولكن لا ننسى أعزائي أولياء الأمور تعميم المهارة إما باستخدام مثل هذه البطاقات التي استخدمناها معكم في الحصة بتمثيل المدلول أو ترتيب الأعداد في خط الأعداد أو حتى استخدام أدوات المائدة عندما يحين وقت الوجبة تطلب من الطالب أن يضع مثلا حسب أعداد أفراد الآئلة إذا كانوا تسعة يضع تسعة الصحون يضع خمسة صحون وهكذا حتى نستمر بتعميم المدلول للأعداد التي أخذها في الحصة السابقة وأيضا في حصة الدرس اليوم أيضا قراءة القصص التعليمية التي تحتوي على تسمية الأعداد والعدة التكراري ومدلول الأعداد وترتيبها لتعميم المهارة حتى لا يفقدها الطالب والطالبة أراكم بإذن الله في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة أمن التمامي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر